اشتركوا في القناة للرياضة سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر وفي بداية اللقاء رحب سموه بالسفير الكعبي مشيدا بجهوده في تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة والتي بناها حكام البلدين على أسس متينة والتي زاد من قوتها الرعاية والاهتمام من لدن جلالة الملك المفدى يده الله ورعاه وأخيه صاحب الجلالة سلطان عمان مشيرا سموه إلى أن البلدين حرصا على دعم التعاون الوثيق وفق رؤية تنموية شاملة في جميع المجالات للتأكيد على وحدة الهدف والمصير المشترك الذي يجمع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبحث سمو شيخ خالد بن حمد مع السفير زيادة أطر التعاون البحريني العماني في المجال الرياضي من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات التي تسهم في فتح أفاق جديدة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة التي تدعم تطوير الرياضة في البلدين وقال سموه نتطلع لتعزيز التعاون بين مملكة البحرين وسلطانة عمان الشقيقة في المجال الرياضي بما يخدم تهديء تنفيذ الأهداف الأساسية لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية التي تدعم مسيرة العمل المشترك والنهوض بقطاع الرياضة في المنطقة من جانبه أشاد سفير مملكة البحرين لدى سلطانة عمان بالجهود المتميزة التي يبذلها سمو شيخ خالد بن حمد الخليفة في دعم العلاقات البحرينية العمانية مقدرا الجهود الكبيرة لسموه لدعم الرياضة والرياضيين في المنطقة والذي يسهم في تطور وتقدم منظومة الرياضة الخليجية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر